بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة أحببت أن أحدثكم اليوم عن فوائد الصيام في صيانة وتنظيف وتطهير وتنشيط النظام الهضمي أو الجهاز الهضمي في الإنسان أيها الأحباء النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن أسوأ شيء يمكن أن تعمله أن تملأ بطنك بالطعام والشرب الصيام أيها الأحبة له مفعول السحر كيف نعلم ذلك أولا قبل أن نسرد الحقائق العلم يدعوني أقول لكم إن الله عز وجل عندما خلق الإنسان كيف ركبه ركبه بطريقة أن أفضل شيء له أثر شفاء على الإنسان هو الصيام الإنسان مصمم هكذا أحبتي في الله الخلايا مصممة لتشفي نفسها أثناء الجوع هذا تصميم الخلايا ومصمم هذه الخلايا أن الطعام الزائد يضرها سبحان الله لذلك نجد أن الكثير من العلماء والباحثين يؤكدون أن تخفيف الطعام والشراب والأملاح والسكريات إلى الحد الأدنى هو علاج لثلاثة أربعة الأمراض التي يعاني منها الناس اليوم مثل الضغط ضغط الدم الكوليسترول السكري حتى السرطان أيها الأحبة الصيام يؤثر على السرطان فيمنع تكاثر الخلايا السرطانية النظام الهضمي أيها الأحبة حساس جدا أنت أيها الإنسان الله كرمك وأعطاك جهازا هضميا شديد الحساسية ويعمل بكفاءة عالية جدا أنت من يدمر هذا الجهاز الهضمي الحساس بسبب إسرافك في الطعام لذلك الله سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا طعام حلال والشراب حلال كل ما شئت إلا ما حرم الله طبعا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ما الذي يحدث أيها الأحبة بالضبط عندما نمتنع عن الطعام والشراب لمدة 12 ساعة وأكثر أولا الكبد لديه مخزون محدد يكفيه 12 ساعة تقريبا بعد 12 ساعة يبدأ بهضم السموم والتخلص منها لماذا؟ لأن الخلية الجائعة تعمل بكفاءة أعلى بكثير من الخلية المتخمة الخلية الجائعة تقوم بهضم الخلايا المتضررة والهارمة والتالفة والمريضة والخلايا الشاذة والخلايا الملتهبة هذه الآلية تحدثنا عنها مرارا تسمى الالتهام الذاتي أي أن الجسم يشفى ذاتيا من دون أي علاج بمجرد الصيام أيها الأحبة لذلك يعني بعض العلماء سمى الصيام عملية بدون جراحة يقولون إن العملية الوحيدة التي تستطيع أن تتخلص بها من السموم المتراكمة هي الصيام لا يمكن تخلص الخلايا من السموم المتراكمة بأي غذاء إلا بالصيام والتمر التمر له مفعول السحر على تخلص الجسد من السموم نحن سنويا أيها الأحبة أحد العلماء قام بحساب بسيط وجد أن الإنسان يتناول 80 كيلوغرام من الملوثات سنويا من الملوثات عبر الهواء الماء الطعام الماء الذي نشربه ملوث بنسبة أو بأخرى الهواء ملوث بأكاسيد الرصاص والكبريت وغيرها الطعام ملوث أيضا بسبب النفايات التي ترمى في البحر وفي الأنهار وتدفن في التراب وغير ذلك طيب هذه الملوثات التي تدخل ما هو الحل؟ تتراكم تتراكم فتسبب مشاكل في الجهاز الهضمي وإعياء عام تسبب ضعف عام لا تعرف لماذا تذهب إلى الطبيب يقول لك لا يوجد معك شيء المشكلة هي السموم الموجودة داخل الخلايا والتي يصعب كشفها حقيقة يعني لا تستطيع أن تكشف عن كل خلية ماذا يوجد بداخلها عندما تصوم أكثر من 12 ساعة إلى 16 ساعة متواصل فإن هذا الجسم وبخاصة البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي بكتيريا بالتريليونات أعددها أيها الأحبة مهمة جدا للحفاظ على حياة الإنسان وللي هضم الطعام ولها أدوار كثيرة لها دور حيوي كبير في حياة الإنسان هذه البكتيريا أيضا تنشط بشكل جيد أثناء الصيام الجدران الأمعاء والمعدة أيضا يتم شفاؤها ذاتيا أثناء الصيام سبحان الله ماذا تريدون أكثر من ذلك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عليك بالصوم فإنه لا مثيل له صلى الله عليه وسلم لا مثيل له يعني خذ كل أنواع العلاج وكل أنواع الدواء تجد الصوم رقم واحد لذلك للجنة ثمانية أبواب منها باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون باب فقط الصائمين والعبادة الوحيدة التي يجزي الله بها بينه وبين عبده كما جاء في الحديث القدسي إلا الصوم الله تعالى يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الصوم فقط لماذا؟ لأن له فوائد مذهلة أيها الأحبة وبمجرد أنك نشط هذا النظام الهضمي أو الجهاز الهضمي يبدأ الجسد كله يتنشط يبدأ دماغك يتنشط تبدأ يعني إذا أردت أن تصلي تصبح أكثر خشوعا إذا في حياتك تصبح أكثر هدوءا وأكثر طمأنينة ونظامك المناع يعمل بكفاءة أعلى ضد الأمراض ماذا تريد أكثر من ذلك؟ لذلك الله سبحانه وتعالى أكد كثيرا على الصيام وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون ونبينا عليه الصلاة والسلام عندما قال وصوموا جنة ما هي الجنة؟ الوقاية طبعا فسرت على أن الصوم وقاية من النار ونحن نقول إن الصوم وقاية من أمراض العصر لأن كل العبادات وكل الأوامر التي أمرنا الله بها وأمرنا رسول بها جعل الله فيها فائدة عاجلة سبحان الله كل العبادات حتى الصبر له فائدة عاجلة أنه يخلصك من الغل والحقد وهذا سلوك مدمر ومسيء للقلب لقلب الإنسان وأوعيته الدموية فلذلك أيها الأحبة والله لن نجد مثل الصوم قدر ما تستطيع الصوم جوع هذه الخلايا عندما تجوع الخلايا يبدأ الجسم يتعافى انتبهوا أيها الأحبة لا يقول أحدكم أنا عندما أجوع ماذا أفعل هذه ظاهرة صحية يجب أن تحب جوعك كلما جعت أكثر اعلم أن الكبد الآن وأنت جائع جوع شديد الكبد يتخلص من السموم والنفايات الخلايا تهضم الخلايا النشطة تهضم الخلايا المريضة والتالفة والشاذة والخلايا الهارمة المتضررة كلها تهضمها وتخلص جسدك منها عملية هضم الخلايا الشاذة والمريضة وعملية التخلص من الالتهابات الموجودة في الرئتين والجسم وعملية تنظيف الكبد والجهاز الهضم من السموم وغير ذلك هذه العملية تشعرك بالجوع إذن الجوع شيء جيد ليس شيء سيء أحبتي في الله والله أيها الأحبة يعني لا أجد خيرا من كلام حبيبنا عليه الصلاة والسلام عندما قال من صام يوما في سبيل الله بشرط أن تكون النية لله عز وجل يعني أنت صم صيام علاجي لا مشكلة ولكن أن يكون هدفك هو الله أنت تصوم أولا اتغاء وجه الله ولتجني هذه الفوائد لا مانع الحج فيه منافع ليشهدوا منافع لهم فأنت إذا استفدت من فوائد الصلاة منافع الصلاة منافع الحج منافع الصيام منافع الزكاة كلها فوائد دنيوية ولكن بشرط أن يكون عملك لله وعبادتك هذه لله سبحانه وتعالى فتدخل من باب الريان إن شاء الله الله يجزيك بينك وبينه سبحان الله سبحان الله يعني تصور ملك ملك يقول هذا العمل أريد أن أجزي بيني وبينه كم أنت غالي على الله كم أنت يعني مكرم عند الله سبحانه وتعالى أيها الصائم لذلك أحب صيامكم وأحب جوعكم لأنه طريقة الوحيدة للتخلص من أمراض العصر من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار أو باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الصيام والقيام وأن يتقبل منا الصيام هذا الشهر وأن يجعلنا من عتقائه إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته